يبدأ مستشفى الملك حمد الجامعي دراسة سريرية جديدة بالتعاون مع اليابان يتم من خلالها إجراء تجربة من شأنها اكتشاف الأورام السرطانية قبل ظهور الأعراض المرضية نعم هذه الدراسة تأتي نتيجة لزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الياباني إلى مملكة البحرين مؤخرا التفاصيل في التقرير التالي وقعت مملكة البحرين ممثلة في مستشفى الملك حمد الجامعي اتفاقية في مجال الدراسات الطبية مع الهيئة الفرعية للتنفيذ للأدوية المحدودة اليابانية تركز على الاكتشاف المبكر لمرض السرطان ولما تتميز به اليابان في الأبحاث الطبية وأبحاث الطب البديل لم يغب هذا المجال عن ظلال الزيارة التاريخية التي قام بها معالي السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إلى مملكة البحرين بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حيث وجه سموه إلى ضرورة الاستفادة من التجربة اليابانية في الأبحاث الطبية هذه الدواء يعتبر تجربة الاكتشاف المبكر للسرطان الدواء هذه مو دواء يعني هو يعتبر مغذي أو مقوي قذائي يعني من الكثير في اليابانيين والشرق آسيس يستعملونه كفود سبليمنت أو يعني يأكلونه مع الأكل مثل الفيتامينات ولا شيء ذي كله فهو مو دواء هو تقريبا أكل لو خد المريض بكميات معينة واستعمله يعني خد الدواء دي قبل بليلة واحدة ويوم ثاني يعطينا كمية بول في البول هذه إذا كان فيه المريض سرطان في أي مكان في جسمه يطلع عنا فيه سرطان وتنص الاتفاقية على عمل دراسة سريرية بين الطرفين في استخدام حجم معين من حمض أماينو لفولنك للاكتشاف المبكر للإصابة بمراض السرطان فإحنا طبعا الفكرة هذه المبدأ إن تكتشف السرطان قبل لا يطلع هاي شيء يعني بيسوي نقلة نوعية في اكتشاف السرطان فإحنا رحبنا بالفكرة إحنا طراشنا دكتور من عندنا والتكنيشن يروح اليابان يتعلم ويتشوف دراسة يسوها في اليابان نفس الدراسة هاي يسوها في اليابان قابلنا على اليابانيين نحن نجوفه على المجتمع البحريني يعني أنت ما تأخذ مرضة أنت تأخذ نصحين وتأكدنا فيهم سرطان ولا لا في نفس الوقت بعد ناس اللي عندهم سرطان بعد نتأكدنا فيهم الشيء هذي وإن الدوة دي أو التجربة هذي يعني لها نجاحة في ذلك لو طلع عنا في خلايا سرطانية نقوم إحنا نسوي له فحص شامل كله including أو يشمل البتسكان البتسكان يعلمك أنك فيك ورم فوين يعني هذه الدراسة هذي يتعلمك أنك فيك أو ما فيك والثاني بيعلمك لو كان فيك فوين فبعنات اكتشفنا وهو صغير وإحنا ممكن نزالته ونكون منعالجه بأي طريقة ثانية فيعني تقريبا هذي هي النبذة بسيطة عن الاتفاقية وعن الدراسة هذي ويعني وإن شاء الله نبتديها في بداية السن الجديدة هذي وتشمل عدد يعني يعني عدد فوق الألف شخص على الأقل عشان نشوف الدراسة هذي جدوها العملي يعني لها جدوى تفيد المرضى ولا لا الدراسة تشمل الهدف العلمي والتصميم والمنهجية والاعتبارات الإحصائية وتنظيم الدراسة على أن يقوم بالدراسة السريرية المفصلة مستشفى الملك حمد الجامعي ومدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات قابلة للتمديد ترجمة نانسي قنقر